أعلن اليوم عن افتتاح مشروع توسعة صوامع الحبوب بمجمع الجويدي بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية ضمن منحة الحكومة الإماراتية المخصصة للردن في إطار المنحة الخليجية في وقت يشهد فيه العالم تحديات تمثلت بتأثر سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية وارتفاع أسعارها نتيجة لتداعيات كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة أثرت في سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية وارتفاع أسعارها من أبرزها الحبوب توجهت الحكومة إلى إيجاد حلول استراتيجية عن طريق توسعة صوامع الحبوب آخرها في مجمع الجويدي طبعا هذا الجهد أتى ضمن رؤية للحكومة لتعامل مع المخاطر القائمة حاليا بسبب الأزمات العالمية فيما يتعلق بتوفر مادة القمح وارتفاع الأسعار العالمية حولها بطريقة أفضل الأدوات المتاحة للحكومة سنستخدمها بالكامل لتقليل المخاطر أكثر ما يمكن على الأردنيين وعلى الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة توسعة صوامع الجويدي بسعة 120 ألف طن من الحبوب والعقب بسعة 100 ألف طن من شأنها أن تساهم بزيادة كميات المخزون الاستراتيجي من الحبوب في وقت تكاد تنعدم القدرة على الاعتماد على الذات حجم الإنتاج محلي بسيط جدا لا يكفي استهلاك المملكة لسبع أيام فقط حاليا المخزون الاستراتيجي من القمع حوالي 13 شهر وفيما يتعلق بالشعير حوالي 10 شهور طبعا هذا بناء على كميات الاستهلاك وكميات الشراء التي تتم عن طريق عضاءات تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة في الواقع نحن نستورد مينلي من رومانيا وأيضا من السوق الاسترالي يعني أحنا الكمية بسيطة جدا استيرادها من أوكرانيا أو روسيا لكن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأسعار بشكل عام فنحن نشتري الأسعار بالسعر العالمي تعرف أن مجمع جوائدي هو يقع في وسط المملكة وهو الموزع الرئيسي لكل المحافظات الثلاثة القريبة أو إذا جاز التعبير من إقليم الوسط وهذا عزز المخزون الاستراتيجي وعزز سلاسل استوريد للمطاحن حتى يصل كالطحين أو الأعلاف إلى مستحقيها من خلال مراكز الأعلاف أو المطاحن لتوصيلها للمخابز حتى يطلع بصنى رغيف الخبز يومي بذاج جودة عالية جهود وطنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب لتحقيق الأمن الغذائي في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية أسامة بليبلي رؤية اتفق الأردن والإمارات على تحويل قيمة الوديع الإماراتي البالغة حوالي 333 مليون دولار أمريكي لدى البنك المركزي الأردني إلى قرض ميسر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا مصدر مسؤول في وزارة المالية قال أنه سيتم استخدام حصيلة القرض الإماراتي وسندات اليوربوند بقيمة 650 مليون دولار التي تم إصدارها حديثا في إطفاء سندات اليوربوند المستحقة في نهاية الشهر الحالي والبالغة مليار دولار فيما أكدت وزارة المالية أن قيمة سندات اليوربوند التي نجح الأردن بإصدارها بقيمة كوبوند بلغ 7.75% وتستحق بعد 5 سنوات ونصف والقرض الإماراتي لن يزيد من رصيد الدين العام كون هذا التمويل جاء ضمن موازنة التمويل لعام 2022 قرر البنك المركزي الأردني تصفية شركة الأراضي المقدسة للتأمين بدءا من الخميس المقبل حفاظا على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وقال البنك المركزي الأردني أن تصفية نتيجة تلقي البنك عدد كبير من الشكاوى على الشركة من قبل المؤمن لهم والمتضررين تتعلق بعدم تسوية التعويضات في ضوء تدهور أوضاع الشركة المالية إضافة إلى مخالفة الشركة الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين وارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وعدم استفائها لمتطلبات هامش الملاءة كما جاء القرار بعد تأكد البنك المركزي من عدم قدرة الشركة على تصويب أوضاعها المالية والإدارية بعد إعطائها مهلة كافية للتصويب رفعت تلهيئة العامة لنقابة أصحاب المخابز توصياتها للحكومة لمواجهة التحديات التي تواجههم حيث طلبت من وزارة الصناعة وقف إنشاء المخابز وبيع الخبز في المحلات التجارية ورفع الدعم للمخابز الحجرية من أربعة دنانير إلى خمسة دنانير إضافة إلى معالجة الاختلالات في توزيع الطحين إلى المطاحن ومنها إلى المخابز ورفع هامش الربح للمخابز من ثمانية إلى خمسة وعشرين في المئة نحن في حسب أصلا ما بين وزارة الصناعة والتجارة وما بين النقابة لحسبة المربح ارتفاع سعر الخبز وانخفاضه هذا في إيد الحكومة نحن في عنا مشكلة الآن مع الحكومة اللي هي نسبة الربح اللي هي ثمانين في المئة من الثمانية إلى تسعين وهذه الحسبة لا يمكن أن تغطي ما تقوم فيه المخابز من الخدمة للمواطن بلغ إجماليات دفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي نحو واحد تريليون وخمسمائة وثمانين مليار دولار بحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصادرات الأرقام ظهرت أن حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 53 مليار دولار بارتفاع 42% عن عام 2020 فيما بلغت حصة الأردن منها 622 مليون دولار أي بنسبة 1.2% أما توزيع الاستثمار جغرافيا فقد استحوذت الإمارات على حصة 39% 3 سعودية بنسبة 37% مصر 10% سلطنت عمان بحصة 7% ثم المغرب 4.1% من إجمالي تضفقات الاستثمار إلى الدول العربية ومن جهة أخرى ارتفعت تضفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية نحو مختلف دول العالم بمعدل 46% إلى 52 مليار دولار ساهمت السعودية والإمارات بنحو 90% من تلك التضفقات بالمرتبة الثالثة جاءت الكويت بنسبة 7% أظهرت أرقان دائرة الأراضي والمساحة تراجع النشاط العمراني في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي وبحسب الأرقام فقد انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5.9% لتبلغ نحو 2.314.000 مربع مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي الجزء الأكبر منها لغيات سكنية وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.2% فيما ارتفعت الأغراض غير السكنية بنسبة 27% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي وعلى مستوى الأقاليم بلغت حصة إقليم الوسط 67.5% من إجمال مساحة الأبنية المرخصة وحصة إقليم الشمال بلغت 24.5% وأقليم الجنوب ما نسبته 8%